بسم الله الرحمن الرحيم فتول عنهم يوم يبعو الداعي الى في النكر اشتعى ان ابصارهم يخرجون من الابلاك فانهم جراد من الفكر مهدئين الى الداعي يقولوا الكافرون هذا يوم نعفر سيبت قبلهم قوم نوح فتذبوا عبدنا وقالوا مجنون والجدر فدعا ربه انه مغلوب فانسفر ففتحنا ابواب السماء بماء منهم وفزرنا الارض عيونا فالسفى الماء على امر قد قرر وحملناه على ذات الواح وبتر تجري لأعيونا جذاء لمن كان كفر ولقد ترتناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسترنا القرآن للذكر فهل من مدكر تذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا فرطرا في يوم نحن مستمر تنبع الناس فأنهم أعجاج نحن من قعد فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسترنا القرآن للذكر فهل من مدكر تذبت ثمود بالنذر فقالوا أبسرا منا واحدا نستبعه إنا إذا لكي ضرار وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو ثذاب الأكر فيعلمون غدا من ثذاب الأكر إنا مغسلوا من ناقة شثنة لهم فارتقبهم والطبر ونبئهم أن الماء فهمة بينهم كل شذب مختبر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعترفهم فكان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة واحدة فكانوا كهسين المختبر ولقد يسترنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاطبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجذي من سكر ولقد أنذرهم بطشتنا فسماروا من نذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمتنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب متكر فذوقوا عذابي ونذر فلقد يسترنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر هذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عديد مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتقر سيهزمني دمع ويولون الزبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسر يوم يسحبون في النار على وجوههم يوقوا ما ستقر إنا كل سيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبطر ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر سيهزمني في جنات ويولون الزبر وكبير مستطر لن يسحبون الزبر للتعطبي وع tragedيا شكرا